السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبة من جديد ما زلنا مع قناة التفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام النهاردة هنتكلم عن رؤية الحية تطير فقط وزي ما ذكرت في الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن رؤية الحية في الحمام هذكر برضو في البداية وعاوز أقول إن أنا عملت فيديوهات كتيرة جدا عن الحية يعني اللي له رؤية بالنسبة للحية أو الثعبان بجميع ألوانها وبجميع أحجامها كل الكلام ده موجود على القناة فهي رؤية واحدة اللي هتكلم عنها وهي رؤية الحية تطير في السماء أو تطير على الأرض قدام عينك قبل ما أدخل على تفسير هذه الرؤية عايز أذكر معلومة بشيء يعني سبحان الله العظيم يعني نقدر نقول هسهل عليك الموضوع قبل ما أدخل في التفصيل هتكلم في النقطة دي تحديدا بصفة عامة رؤية الحية تطير بدون أجنحة شر رؤية الحية تطير بأجنحة سواء هي لها أجنحة أنت شفتها كده أو سواء أنت اللي عملت لها أجنحة خير خلاص دي قاعدة ناخدها كده في البداية رؤية الحية تطير طبعا بدون أجنحة كل الشر اللي هقوله بدون أجنحة تدل على عدو قريب وعليك الحذر منه يعني تنتبه في تصرفاتك وفي تعاملاتك مع الناس وحيانا تدل على صديق وهذا الصديق يريد تدمير حياتك يبقى يا إما عدو قريب وعليك الحذر منه يا إما صديق يريد تدمير حياتك وحيانا بصفة كبيرة جدا رؤية طيران الحية في المنام تدل على أنك شخص محسود وعليك الرقية مباشرة حينما تستيقظ من النوم وحيانا تدل على فقدان عمل أو فقدان الوظيفة أو فقدان المنصب أو فقدان المال في التجارة ومع شديد الأسف دي المعاني المذمومة في رؤية طيران الحية أما رؤية الحية تطير بأجنحة سواء أنت لعملت الأجنحة أو سواء هي لليها أجنحة فهذه الرؤية محمودة للغاية تدل على الغنى والمال الكثير الذي سيأتيك في المستقبل إن شاء الله تبارك تبارك وتعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر